موسيقى بعقول وصواعد شبانية محبة للقراءة افتتحت اليوم مكتبة الهواء الطلق ببلدية لجرارم جوجا في أجواء كان للكتاب فيها نصيب الأسد فكرة دانا الحامس الفضول لما لا ندير مبادرة كنظيراتها على المستوى المدن والعواصم الأوروبية جبنا هذه المكتبة خططنا لها انشأناها صممناها كذلك انشأنا لها صفحة تهتم بالجانب الإعلامي في الفيسبوك لكاتصادة إعلامي كبير أي واحد يحب يطالع من الكتب الموجودة في المكتبة هو أول شرط يكون عنده كتاب لتركه في المكتبة وأخذ آخر وأيضا هناك مبدأ آخر أنه الإنسان في هذه الساحة يريد أن يطالع غير مشروط وضع كتاب آخر بل يمكن أخذ كتاب ومطالعاته وبعد الانتهاء منه وضعه في المكتبة المبادرة لقت استحسان أسات دواد كاترة وجدوا في المكتبة بادرة خير لنشر القرائية خاصة وسط فئة الشباب وأهيب بالشباب إلى القراءة أهيب بهم أن يقوموا بالمطالعات والمثابرة على العلم وأقول باسم المكتبة هذه إلى مشاري القراء والجمع حافلون بسط رجائي بعد بسط شكتي نلتف نحن بشباب اليوم شباب المتقف وحتى جميع الفئات الأخرى في سبيل أننا نرسي أرضية متينة للتقافة والفكر بمدينتنا بدخول مكتبة هواء الطلق بالقرارم جوجا أصبح العدد أربعة في المجموع العام باحتساب كل من وادي العثمانية فرجيوى ووادي النجاء والدور قادم على بلديات أخرى